يا أخي أنا مش عارف أجيبها لكم منين ولا من فين خمس تلاف موضوع كنا بنتكلم فيهم يعني أنا وزملائي الأعزاء وإحنا عالين كده بره في القوضة التي تجمعنا وبالمناسبة قوضة سغنطوطة يعني قوضة كلها على بعضها مترين في مترين حقيقي مش زار أو مترين في مترين اللي ربع حاجة زي كده بس ببقى كلنا أعنيه عمين بنتناقش وابنعتقد أنها منقشات لطيفة على خلفية المناقشات اللطيفة دي بقى الوحب بيوصل ساعات للنتائج أنا عارف أنه هناك جدل دائر ودون أن نخوض في هذا الجدل بالمناسبة ودون أن نخوض في الأسماء اللي دايماً لها مننا حق الزمالة والصداقة والاحترام والمحبة أنا دايماً عندي وجهة نظر في الأمور اللي نتناقش فيها على المنابر العامة في أمور تصلح للنقاش العام زي مثلاً لما أقف قدام حضرتك كده في التلفزيون أبقى في القناة الأولى أبقى في برنامج التاسعة جوة التلفزيون المصري في مواضيع تصلح أن إحنا نتكلم فيها ده نقاش عام تفهمني أصدقين؟ طيب وفي مواضيع تانية لا تصلح للنقاش العام على الإطلاق هي تصلح دائماً للنقاشات الصغيرة يعني نبقى خمسة ستة عشر قاعدين بنتكلم وبنتناقش ونتحور ونتفق ونختلف طيب إيه اللي يصلح دائماً للنقاش العام؟ الأفكار الكبرى إيه بتاع النقاش الخاص لأنه ما هواش خاص قوي يعني ممكن نبقى قاعدين في مكان ما قاعدين في منزل ما في مكتب ما في مكتبة ما فنبدأ نتناقش حتى لو هو في مكتبة ندوة في مكتبة يعني ينفع هنا نتناقش في الإيه؟ في المسائل ومش هسميها صغائر الأمور في المسائل تفاصيل التفاصيل تتناقش لأنها اسمها تفاصيل تتناقش في حي زن ضيق أما الأفكار الكبرى فتتناقش ممكن في النطاق العام يعني على سبيل المثال لما نيجي مثلاً عايزين نتكلم في أمر ما متعلق مثلاً بالإسلام في فكرة كبرى هل الإسلام متشدد ولا الإسلام متفتح متحرر دي فكرة كبرى نقدر دايماً نتكلم فيها دي تصلح للنقاش العام ونتكلم فيها مثلاً في البرنامج وممكن نقعد نتناقش فيها مثلاً مع دكتور أحمد كريم وممكن نتناقش فيها مع فلان وعلان أسدزق وفقهاء ومثقفين ومفكرين وما إلى ذلك التفاصيل مش للنقاش العام خالص عارف ليه؟ لأنها تثير المزيد والمزيد من الجدل وتخلق بالمناسبة خلافات يعني النقاشات الصغيرة التتصيل الصغيرة تخلق إيه بقى؟ خلافات كبرى مش اختلافات في وجهة النظر خلافات كبرى فتلاقي الناس قاعدة عمالة بقى بتوصل لمرحلة مؤسفة من الإيه؟ من الاتهام المتبادل والتشاتم ما بقتش المساجلات الكلامية ما بقتش مناقشات ما بقاش عرض لوجهات نظر بقى فيها من التحليل والتحريم والتكفير والتأمين جاي من انت مؤمن ولا انت مش مؤمن انت كافر ولا انت مش كافر دي هنا مناقشات صغيرة تفاصيل إحنا محتاجين إيه أكتر؟ وده سؤال مهم جدا محتاجين نناقش التفاصيل ولا نناقش الأفكار الكبرى أنا أظن وقد أكون مخطئ إحنا محتاجين طول الوقت نناقش الأفكار الكبرى لأنه إحنا عندنا مشكلة أصلاً في الأفكار الكبرى إحنا عندنا مشكلة في أن إحنا نفهم العالم اللي ما يعرفناش اللي هو مساء سبيل المثال الناس اللي في أوروبا عندها إسلام فوبيا فنيجي نقول لهم إيه؟ الإسلام غير مخيف على الإطلاق تعالوا نوريكوا قد إيه؟ إسلام دين متحرر دين طول الوقت يدفع للتطور دين متفتح دين لا يقوم بالتهاد المرأة على الإطلاق دين لا يضطهد في اللون في العرق في النوع في الطائفة في المذهب فيجي قلنا طيب إزاي؟ ده فيه مش عارف جماعة كذا وفيه تنظيم كذا وفيه إلى آخر هنيجي نقول له لأ وقبل نشوء هذه الجماعات والتنظيمات تعال أرجعك مساء لأيام الدولة العبسية ما تيجي نشوف مثلا فلسفات ابن رجد ما تيجي نشوف فيه كتب ابن خلدون ما تيجي نشوف ونقعد نتناقش فيقول لي بس الأصل دي قديم أقول له ما أنت بتقول لي الإسلام كذا فأنا هوري لك علماء وفلسفة ومفكرين من المسلمين تاني وما هماش مقصورين على المنطقة العربية لا ده فيه ناس جاي من وسط أسيا وناس جاي من أقصى المغ وناس مش من عندنا خالص ناس جات من إفريقيا ناس جات من الهند ناس جات من الصين كان الإسلام دينا ثابتا وله في الفكر ما هو دائما متجدد فيه فرق ما بين الإسلام دين متجدد الإسلام دايما ثابت الأفكار بقى بتبدأ تتجدد فتليقى على إيه تليقى على العصر وتليقى على الزمن وتليقى على التركيبات الاجتماعية الإسلام دين يستطيع دائما أن يحتوي الكل خد بالك إنه لو مثلا مثلا عايز تشوف معراج الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في الرحلة بعيدا عن كل النقاش الضائر هو أي معجزة فيها دايما حكمة ربنا سبحانه وتعالى بيدي لك حكمة من وراها طيب إحنا في رحلة المعراج مش في الإسراء بالتحديد بقى في رحلة المعراج نفسها في حكمة من الحكم الإلهية اللي هي إيه الاستمرارية والاتصال مش في رحلة المعراج الرسول قابل سيدنا عيسى وقابل سيدنا موسى وقابل سيدنا إبراهيم يبقى دائما الوحي والنبوة والرسالة متصلة غير منفصلة دي الحكمة فتبقى دي الفكرة الكبرى هنعدنا نقش التفاصيل هو إحنا مهتمين قوي بالتفاصيل للدرجات دي أيها عيوسف إحنا مهتمين في ندوة في المكتب في جلسة في مكتبنا الخاص في منزلنا العامر إيه لأخير هو ده اللي أنا عايزة أوصله لكل المشاهدين أرجوكم 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 واللي بقوله لا هو دفاع ولا هو هجوم أنا هنا بقى برجع للأصل في المسألة المناقشة تكون في الأفكار الكبرى لما إحنا نقف مع حضراتكم هل إحنا بس المناقشة وبعرض الأفكار إطلاق بالعكس أنا أتذكر كويس قوي 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 في مكالمة فخامة الرئيس لينا في هذا البرنامج اللي اتشرفنا بيها وأنا حتى اتكلمت مع فخامة الرئيس في السؤال وقلت له وهل يفتح باب الإجتهاد ولا بلاش إجتهاد يا فاندم فقال لي انت ليه تراجعت على كلمة الإجتهاد قلت له عشان على طول هتثور علينا ثائرة السوشيال ميديا ويبدأوا يشتمون ولا يتهمون قال لي لا لازم يبقى فيك تهات بس السؤال وده اللي طرحه الرئيس بقى هو إيه الأكثر أو إيه الأكثر قدرة على التأثير برنامجك أو الإعلام مع احترامي بأخلاق الرئيس دايما المعتادة مع احترامي ولا مسلسل فأنا جاوبت وقلت له لا طبعا مسلسل قال لي نبقى متفقين إذن تعالوا نعود نفكر إزاي المسلسلات تبدأ تناقش الأفكار الكبرى وتخلق تأثير إيجابي بنقصين بقى تقدمي حداثي حضاري إزاي الأفلام تقدر تعمل تأثير إيجابي بنقصين برضو تقدمي حداثي حضاري وبعد كده نبدأ نذهب إلى مناقشات ممكن تحصل أحيانا في البرامج في إطار الأفكار الكبرى كتب وتؤلف ندوات وتعقد ده بياخد وقت طبعا بالمناسبة مفيش حلقة هتغير دماغ الناس ومفيش برنامج مهما على شأنه ومهما كبرى اسم مقدمه هيغير دماغ الناس في حاجة اسمها التراكم في البرنامج يعني مش الحلقة والتراكم في البرامج والأكبر والأشمل والأقدر على التأثير دايما هي الدراما دراما التلفزيون اللي جوه كل بيت يليها السينما لأنها برى البيت ويليها الكتاب لأن احنا ما بنقراش كتير للأسف الشديد وحتى لو احنا بنقرى كتير مش الكتب هي اللي هتعمل التغيير الجزري في الأزهان خالص تاني ارجع دراما سينما إعلام كتب الإعلام هنا مشمول فيه ما هو مرئي وما هو مسموع وما هو مطبوع أي مكتوب مش عايز أطيل عليكو بس أنا فعلا الموضوع شغلني جدا خلال من 2017 مثلا نعم بتتكلم دلوقتي تقريبا داخلين على خمس سنين شغلني جدا أنا واحد من الناس لو سمحت لي عزيز المشاهد وعزيزاتي المشاهدة أقدر أقولك أن أنا طول الوقت لو سمحت لي فإن أنا أقول لك بس تجربتي أنا طول الوقت في الخمس سنين أنا حصل لي تغييرات جزرية كبيرة في حياتي فحياتي بمعنى إيه؟ هنا ده تغير كتير قوي قوي فظنني أنه للأفضل ما كنتش شخص كويس من وجهة نظري أظن أن أنا بقرب أن أنا بقى كويس فهمني أصودي ما كنت الشخص حكيم من وجهة نظري بحاول أقرب ناحية الحكمة وفي ذلك أيضا حاجة متعلقة بالسن وإنت قاعد عمال بتكبر فهي بنقص دي وإنت قاعد عمال بتبص على تراكم خبرات السبعة واربعين سنة اللي فاتوا في حالتي وبتبص على تراكم خبرات اللي حواليك وبتبص على المقارنة دلوقتي وإلى قبل كده ممكن نبقى دايما بصين على الأفكار الكبرى اللي فعلا بتغير التفاصيل تترك لأهل التفاصيل والكبار يفكرون دائما في الأفكار الكبرى